أرجع على موضوع أثير هذه الأيام وهو الهجوم المباشر على الشيخ مشعل أنا ما أدافع عن الشيخ مشعل الشيخ مشعل نائب أمير الكويت نائب الحاكمولي العاد وبدأنا سلطتك فيه وليس فخر أنه واحد يدافع عن رجل قوي لكن لتبيان الحقائق ورد وأقول لكم راح أذكركم فقط ما عندي معلومات مخفية اللي صار شيء مثلاً داخلي كان معي في ثمان نواب وراح أستشهد فيهم اللي عندي شيء مثلاً خلنا نقول قليلاً اللي يعرفون عنه عندي فيه مستند لكن الشيخ مشعل وعد بانتخابات نزيهة انتبهوا معاي ترى ظهور الشيخ مشعل في 22-6-2022 سبق الظهور لصاحب السمو وقال أنا مفوض ولي العهد واللي يقوله بناءً عن أمري وعن رغبتي وعن رضاي صح طلع الشيخ مشعل وعد بانتخابات نزيهة نشوف مجريات الأحداث هل وفى بالتزامة ولا لا أولاً لم ترصد حالة واحدة لشراء الأصوات عن طريق الحكومة للأسف وبخجل نقولنا كان في حكومات سابقة تمول بعض المرشحين عشان تنجحهم هذه ما صارت قام الرجال المباعث في الداخلية بضرب مقار المرشحين اللي كانوا مشتبه فيهم ويشترون الأصوات حصل على ما حصل وقاموا الناس ووجهوا لهم اتهامات وبعض القضايا اللي ما زالت متداولة هذا صار الثالثة وعد الشيخ مشعل أيضاً بأن تكون الانتخابات وفق القانون لذلك تحركت قوة داخلية وضربة الفرعيات هذا كله صار في انتخابات 22 طبعاً التجاوز صار من جهة أخرى رح أأتي عليه رح أأتي عليه ورح أقول لكم من المتسبب فيه لكن إلى الآن إلى هذه اللحظة قبل انتخابات مباشرة الرجل وف في كل قاله بعدها صارت الانتخابات قال ما رح تشارك الحكومة لا بانتخابات الرئاسة ولا بانتخابات نائب الرئيس ولا حتى اللجان رغم بأن هذا حق للحكومة يعني لكن لإضفاء الشرعية التامة وإن شاء الله شرعية لكن ليعطاء الكمال النسبي الكمال النسبي لانتخابات حرة ونزيحة ما تدخل فيها الحكومة أبداً يا جماعة هذا اللي حصل ما بقى للوزيرين المنتخبين وانسحبت الحكومة من أول جلسة وجارت تزكية الرئيس أحمد السعدون وجارت انتخابات نائب الرئيس ما في أحد من الوزراء إلا اثنين المنتخبين وكذلك انتخابات اللجان طيب إلى الآن أنا أرى أن الرجل سوى كل اللي عليه أدى كل اللي عليه هجم على مرحلتين هذا كله بعده هجم على مرحلتين راح أقول لكم وأيضاً راح تذكرون معاي خلونا أبدأ بالمرحلة الأخيرة اليوم الهجوم عليه هذه الثانية ليش تم الهجوم عليه ليش المحكمة تبطل المحكمة هي اللي أبطلت مو أنا اللي أبطلت أي بس أنت سويت انتخابات مو دستورية مو صحيح أنا لما أمرت وصارت فيه الإجراءات اللي يأخذها كل رئيس وزر برفع المرسوم وصدور المرسوم بوافقة الأمير أو نائب الأمير كلها إجراءات قانونية ودستورية لكن يا جماعة الدستور ما هو منزل هذه مسائل فقهية دستورية يكون فيها خلاف أنتوا أنفسكم رأيتوا أن من أول يوم بدأ الحديث عن حكم المحكمة الدستورية كان فيه آراء متباينة مختلفة يعني أثنين واثنين هم درسوني ليه الفخر أننا درسوني بس انتبهوا معنا أننا درسوني ترسلهم أكثر من ثلاثين سنة أساتي ذات قانون الدكتور إبراهيم الحمود والدكتور المقاطع أثنين هم لهم آراء متباينة مختلفة واحد قال لا الطعن ما راح يقبل الجراءات سليمة وصحيحة والثاني قال لا الطعن راح يقبل والمرسوم راح يبطل للأسباب اللي بعدين تكلمت عنها المحكمة المحكمة لما قالت اليوم أنا عندي نص دستوري يقول لا يجوز أن يحل مجلس الأم اللي سيببين معناتها لازم أعرف الأسباب أنت كرئيس وزراء اليوم اللي صار أنك رحت بعد ما كلفت بفترة بسيطة وجيزة جدا رفعت مرسوم الحل طيب وين عدم التعاون قلت سيدولي ما تعاونوا معاي بالمرسوم وين عدم التعاون ما هو أنت ما قاعت معاهم ما جتمعت معاهم ما نشأ عن العمل البرلماني الحقيقي اللي تطلب العمل أي خلاف هذه وجهة النظر اللي خذت فيها المحكمة شيخ مش عرورد يقول لكم ودفاع أن المستشارين في اللي قال لها الرأي وفي اللي قال لها الرأي كان مقتنع حقيقة وصراحة بأن هذا الرأي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومرت ونحكم بالظاهر والله يتولى السرائر احنا ما شاققنا عن صدره لكن مكافحته ومحاربته لكل ظاهرة ممكن تعكر صفو هذه الانتخابات يدن لنا الرجل كانت هذه النية أرد وأقول شنو السبب شنو السبب في الهجوم عليه تدنون شنو السبب في الهجوم عليه المراسيم انتبهوا معاي عدل وارجع وقول استذكروا معاي كان إلى ذلك اليوم الكل كان يثني عليه نحن عندنا في البلد أكثر من مئة مئة منصب قيادي أكثر من مئة منصب قيادي تشوف المفاجأة لو تبيتحسبها من يعني أخاذ الوكيل وزارة الوكيل المساعد المدير العام مرتبة وكيل وزارة نابل المدير العام لا لا لو تبيت تنزل شوي من مراقب انت عندك كثر من حوالي 550 منصب تمام هذه أسالة لعاب من أراد أن ينشئ دولة عميقة جديدة